وفرة المال كثرة الأرزاق كرم المعيشة والتوسع في الرزق مطلب يبحث عنه كل إنسان على وجه الأرض في هذا الفيديو إن شاء الله ستجد المفتاح الرباني لفتح كل هذه الأبواب بصرصرة من كتاب الله فيها العجب وأتحدى إن لم تفتح لك أبواب كانت مغلقة ويفيد الله عليك من خيرتها بإذنه وقوته مساء الخيرات والأنوار على كل جمهوري العزيز مرحبا بكم في قناتكم وأتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال فائدة من الفوائد العظام التي أثبتت قوتها بشدة في جلب الأرزاق ووفرة المال والتوسع في الرزق والعديد من الخيرات بصرصرة لها الشأن العظيم والأثر القوي في القضاء على الفقر والفاقة وضيق المعيشة وقلة الأرزاق والمال بصرصرة الواقع طريقة أتحدى أي شخص يعملها وطبقها بإخلاص والنية صادقة ويقين وما تجيبش معاه نتيجة لأنها من الفوائد التي عمل بها كثيرا وتبقت مرارا وكان لها أثر قوي وتغير عجيب في أحوال كل من عامل بها صورة الواقعة لها طرق عديدة لجلب الرزق والمال المدرار وهذه الطريقة التي سأقدم لكم من أقوى الطرق وإنصرها وجابت نتيجة لا تصدق مع ناس فاض عليهم الخير الكثير ووسع الله في أرزاقهم وأدر عليهم المال والخيرات من حيث لا يدرم ولا أخفيكم هي جعلتها من بين أورادي الخاصة كنت أقرأها ثلاث مرات في اليوم مدة من الوقت ولكن لم ألاحظ تغيرا كبيرا واستغربت فزودت العدد إلى سبع مرات طبعا كنت أعلم علم اليقين أنها العدد القوي الخاص به هو أربعة عشر وكنت أحب عمله ولكن نظرا لضيق الوقت والامتلائه على الآخر فقررت أنني نقرها سبع مرات فوالله العظيم سبع مرات مدة ثلاث أو أربع أيام لا حد الفرق والنتيجة التي يقول عليها الأقطاب وأهل العلم وأهل المجربات فعلا وفي الأيام القليلة يعني ليس الأمر بعيدا يعني في هذه الأسبوع الأخير كان الفرق مدهش وملحوظ ولذلك إن شاء الله الله المعين أنني نكمل أربعة عشر مرة في اليوم إن شاء الله فهذه السورة سورة الباقعة سورة مباركة قوية روحانيتها ونورانيتها قوية جدا أودع الله فيها من الأسرار والأنوار ما لا يخطر على قلب بشر وجعل من خواصها الغنى ومحق الفقر وزيادة في الأرزاق وكثرة الأموال والزواج حتى الزواج والعمل وتسديد الديون يعني أمور كثيرة جدا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال سورة الواقعة من قرأها كل ليلة لم تصبه فقر أي لم ولن تصبه فقر يصبه فقر ومن كان مواضبا على هذه السورة ولا يلاحظ ولم يلاحظ أي نتيجة فذلك لسببين يا إما أنه لا يستغل نورانية السورة أو بركتها في طرد وإبطال النحس والمانع أو التعطيل الذي يسبب له ضيق المعيشة وقلة الأرزاق واستغلال نورانية القرآن ما هو هو القراءة بالصوت مسموع وهو أهم شرط في نجاح الطريقة أو عمل الفائلة والنطق بالكلمات كلمات القرآن بالصوت مسموع يحول النص المكتوب والكلمات المكتوبة إلى ذبذبات صوتية تعالج المشكلة الموجودة حولك يعني المشاكل الروحانية تعالجها وتقضي عليها سبب ثاني يا إما في شيء غلط في الشخص ذاتي يعني وهناك أمور فيها تقوى الله وأكل حرام يعني لك أنت هذه الأمور يعني لا تترك مجال للنجاح الفائدة مهما عامل يعني الإنسان خاصه يصطي نفسه ويصطي عمله واتق الله في نفسه وفي الناس فمن عرف قيمة هذه الصورة صورة واقعة عرف الخير الكثير ونال الخير الكثير وهي من المجربات ومن الأسرار سرها والسر نتيجتها القطعية هو في العدد وفي الوقت العدد المشهور لها طبعا هو 14 مرة والوقت هو الفجر أو صباحا وبعد العصر وفي الليل قبل النوم فإذا كانت أو كنت تعيش ضائقة مادية ومالية إذا كانت عليك ديون كثيرة إذا كنت تعاني من فقر وحاجة وفاقة إذا كنت يعني تعاني من قلة الأرزاق ومن قلة المال فالطريقة هي كالتالي تأخذ يعني هي طريقة ولكن طريقتين في نفس طريقة ممكن لما استطع الشيء يعمل الأولى يعمل الثانية طريقة الأولى هي أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مئة مرة وأفضل صلاة صلاة الفاتح وتستغفر مئة مرة ثم تقرأ السورة الواقعة 14 مرة متواصلة بعد العصر أو قبل النوم ليلا إذا استصعبت عليك هذه الطريقة يعني جاك 14 مرات شوية طويلة أو صعبة ممكن أنك تعملها الطريقة بعد الفجر أو في الصباح تصلي على النبي مئة مرة وتستغفر مئة مرة وتقرأ السورة الواقعة 7 مرات وبعد العصر كذلك تصلي على النبي وتستغفر مئة مرة وتقرأ سورة الواقعة 7 مرات الاستغفار والصلاة على النبي المرة الأولى نستفتح بهم الفائدة في باقي الأيام لست مجبرا على ذلك إذا شئت فقط يعني إذا شئت فكان خيرا لم تشأ فالفائدة ليست متضمنة فقط في المرة الأولى نستفتح بالصلاة على النبي والاستغفار ونتمم على بركة الله تواصل هذه إحدى الطريقتين لمدة 14 يوم أو 21 يوم وسترى بنفسك ليس في 14 يوم ولكن خلال الأيام الأولى لا أحب تحديد الأيام يعني ولكن غالبا كما يقول أهل العلم وأهل المجربات ثلاث أيام إلى سبع أيام وهذا ما وجدته بالطبط يعني ثلاث أيام أربع أيام لاحبت الفرق وكان نتيجة ملحوظة بفضل الله وقوته فتجليات سورة العظيمة وسحرها سيظهر في الأيام الأولى وبإذن الله ستتفتح لك أبواب الأرزاق المضرارة ويفيد عليك الخير والمال وتقضي ديونك وتتوسع تجارتك أو عملك ويدين الله عليك الخيرات من حيث لا تدري ولا تحتسب ويهيئ لك الأسباب أسباب المعيشة طبعا لكل رزق سبب والله يهيئ الأسباب ما دمنا نتوكل ونجأ إلى الله بآيته وبأذكاره فهذه السورة لها وقع عجيب وأثر رهيب على المداوم على قراءتها ومن أصابهم الخير بقراءتها لا يزلون مواضبين عليها من شدة ما عرفوا ومن شدة وعظم ما رزقهم الله من خيرات بسببها ودائما أتحدى نفسي وكل شخص في ثلاث أمور تجلب الأرزاق وتضرب الفقر ضربا وتضرب الفقر ضربا وتفتح أبواب الرزق والمال الوفير وتغير حياتك تغيرا ملحوظا وقويا بعد تقوى الله وصلت في أوقاتها نجد الواقعة والاستغفار والصدقة هذه الأمور لا نجال للشك ولا للريب في قدرتهم وطاقتهم الرهيبة جدا في تغير أوضاع الشخص المادية والأوضاع المادية والمعنويات كذلك بسر هذه السورة وسر الاستغفار والصدقة يعرف الإنسان تغير رهيب في حياتي وأسأل الله العظيم أن ينفعنا بفضلها وخيرها دمتم في رعاية الله شكرا على المتابعة والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه